عشرة ايام هي المهلة التي اعطتها الجهات الحكومية في البصرة للساكنين بالمحكمة القديمة وافراغها العوائل البصرية الفقيرة اصبحوا بين نارين اما جلوس بالشوارع في مدينة تطفو على بحر من النفط او السجن لعدم امتلاكهم القدرة على التاجير او شراء منازل خاصة بهم انا امس قلت لابني قلت لجو المستشفى قبل المستشفى جسر معلق جيبنا بطانيات وخندق يصير هتشي يصير قبلون بناتهم هتشي احنا مبناتهم معارضهم يصير هتشي نقعد جوا الجسر ما عدنا ما عدنا نأجر ولا عدنا كل شي ما عدنا كل شي ما عدنا ولدنا عمالة وصغار ازين شي تسوي يعني لي اشي انا تعجبتي انا صار بي ازين انا سألنا من اروح وين اروحاني انا كروة ما عندي احسا الولد هاي العالم كله تدري حتى ايه يدرون زينان جايتان يمتى يتجي الرعاية وخاطر اخذ كروة وروح يمتى وهي تقع عشر بعد عشر تيام وروح حسنا ريد ما ريد منعدهم شي يعني فالتعويض فريد يطول مهلة للعالم هاي الاهالي شكوا من التعامل التعسفي معهم اثناء ذهابهم لمقابلة الجهات المعنية وارغامهم على التوقيع والكلام او اقتيادهم للتوقيف مطالباتهم اختصرت على ضرورة توفير البديل قبل تنفيذ قرار الاخلاء لانهم من الطبقة المعدومة شنو ذنبنا ذنبنا ذنب واحد ذنبنا عراقيين ذنبنا ناس ما نمتلك فلوس لان احنا لو عدنا فلوس ووضعنا المادي ميسور ما نقعد بهي شي مكان تعبان هذا مكان ما يصح للعيش عبارة عن اوبيه وحشرات وجراثيم وكل شي تربي القانون هم ما نطالنا مجال يعني اخذونا بسرعة بسرعة ودبونا باستجنوا وقال لنا كذا واخذوا علينا تعهدات احنا تحت القانون احنا ما جاي نقول احنا ما نشيل ملك دولة ونطلع منه لكن نريد فرصة فرصة للإنسان حتى يقدر يتحرك يعني هذا ظرف اولا دنيا حارة بعدين شهر محرم بعدين يعني احنا عددنا هو يعني ناس احنا 32 عائلة 12 نسمة عوائل بصرية فقيرة مهددة بالجلوس بالشوارع بعد اعطائهم مهلة عشرة ايام لتركي منازلهم وسط مطالبات بتوفير البديل قبل قرار الاخلاء لقناة التغيير يونس الرباعي البصرة ترجمة نانسي قنقر